أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأحبة ومن استيديو برنامج قهوة الصباح سننتقل الآن مباشرة إلى محافظة البريمي للحديث أكثر عن الاستعدادات النهائية لانطلاق سباق الخيل السنوي للخيالة السلطانية عشرين ثلاثة وعشرين مع الزميلة عامر من أحمد العمري أهلا وسهلا بك وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح أهلا وسهلا حوراء صباح الخير صباح الخير سيف صباح الخير مشاهدينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم طبعا من هنا من محافظة البريمي من ولاية البريمي تحديدا هذه المدينة العمانية الجميلة وفي هذه الأجواء طبعا الرائعة أيضا التي تشهدها معظم مناطق السلطنة خلال هذه الأيام الاختيار كان هذه المرة لولاية البريمي لتحتضن فعاليات سباق الخيل السنوي للخيالة السلطانية وطبعا استعدادات جارية لأن السباق ينطلق اليوم وهذا السباق ليس سباقا للخيل فقط بقدر ما هو كذلك قيمة مضافة لأي منطقة من مناطق السلطنة يقام فيها سنتحدث أكثر طبعا عن هذا السباق عن أشواطه عن ما يحتويه وما يعني كذلك من خلال وجود ضيفنا الكريم معنا دكتور سرحان بن سالم الزيدي مدير عام الخيالة السلطانية صباح الخير دكتور أهلا وسهلا تفضل حياك الله كل عام وانتم بخير ونرحب بك طبعا معنا في قهوة الصباح حياك الله أهلا وسهلا شكرا جزيلا بارك الله فيك دكتور طبعا تحدث عن سباق الخيل السنوي وطبعا هذا سباق دائما تحرص الخيالة السلطانية على أنها تقيمه في مختلف مناطق السلطنة اختياركم للبريمي هذه المرة شكرا جزيلا بالنسبة لاختيار ولاية المبريمي طبعا إقامة هذا السباق بأوامر سامية كريمة من لدن مولانا جلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله وأبقاه هذه السباقات حقيقة بدأت في عدة ولايات ومحافظات وتنتقل من ولاية إلى ولاية ومن محافظة إلى محافظة نظرة حكيمة وسديدة من مولانا حفظه الله وأبقاه هذه السباقات وهذه الفعالية تساهم بشكل كبير في نشر المعرفة لما تتميز به هذه الولايات والمحافظات من إرث ثقافي وحضاري وأيضا نشر المعرفة للجانب السياحي في هذه المحافظات والولايات كذلك تسليط الضوء دكتور أكيد على الخيالة السلطانية على الخيول الموجودة وهذه السباقات وأهميتها كذلك هذه الاستعدادات التي نراها الآن لأن السباق اليوم إن شاء الله الساعة الثالثة عصرا إن شاء الله بذل الله تعالى ينطلق والرعاية كذلك إن شاء الله السباق سيكون في موعده الساعة الثالثة في هذا اليوم وتتشرف الخيالة السلطانية بأن يكون هذا السباق تحت رعاية سيدي صاحب السمو سيد بيزن بن هيثم الموقر وحقيقة يعني الأمور الحمد لله الاستعدادات تشتير بشكل ممتاز المضمار جاهز بكافة مرافقة جميع فرق العمل الحمد لله أنهت جميع استعداداتها نحظ فعلا دكتور إنه ما شاء الله تبارك الله على يعني مستوى العمل منجز بشكل كبير جدا طيب نتحدث عن الأشواط دكتور الأشواط أسماء الأشواط نوعيتها كذلك بالنسبة للمشاهد المهتم إن شاء الله سيكون في هذا السباق خمسة أشواط الشوط الأول لمسافة ألف ومئتين متر مخصص لفارسات الخيالة السلطانية والشوط الثاني كذلك ألف ومئتين متر مخصص أيضا للخيول العربية الأصيلة والشوط الثالث لمسافة ألف وستمائة متر أما الشوط الرابع فهو مخصص لخيول المواطنين الأعلى تصنيفا في سباقات الخيل الأهلية والشوط الخامس هو حقيقة الشوط الأبرز والشوط الأهم وبإذن الله سيتنافس في هذا الشوط الفرسان والمدربين لنيل شرف الحصول على كأس مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إن شاء الله نرجو التوفيق بإذن الله تعالى لجميع الفرسان المشاركين سواء كانوا من الخيالة السلطانية أو الذين أيضا تتيحون لهم الفرصة للمشاركة عادة في مثل هذه السباقات في مختلف مناطق السلطنة هذا السباق دكتور دائما تحرصون على أنه يكون في كل مرة في منطقة مختلفة أو طبعا توجيهات سامية هذه المرة لتكون هنا في البريمي والملاحظة أنه خلال الأيام الماضية هناك حركة لم نكن متعودين عليها هنا في البريمي ومن هنا نقول أنه مثل هذه السباقات تعمل قيمة مضافة مهمة جدا لأي منطقة من مناطق عمان تقام فيها حقيقة نتوقع إن شاء الله يكون جمهور كبير هذه السباقات طبعا لها جمهورها الكبير سواء بالحضور هنا أو المتابعة عن طريق وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حقيقة يعني خلال اليومين أمس واليوم شهدنا حركة يعني في القطاع على سبيل المثال القطاع الفندقي في البريمي حركة كبيرة يعني وكذلك المحلات التجارية هذا الدور اللي يعني تساهم به مثل هذه الفعاليات في هذه المحافظات وهذه الولايات أيضا نحن حريصين أن يكون ليس مجرد سباق فقط وإنما هناك فعاليات أخرى اللي هي يعني تشجع الجمهور للحضور والاستمتاع سواء بالسباق أو بالفعاليات والفقرات المصاحبة جميل أنه نتعرف معكم على المشاهد الكريم كذلك على الفعاليات المصاحبة للسباق اليوم هي إن شاء الله في فعاليات فروسية مختلفة يقدمها فرسان وفارسات الخيالة السلطانية وكذلك هناك فقرة بمشاركة أهالي ولاية البريمي سيقدم فن العيالة تثمينا وامتنانا منهم بالنظرة الكريمة لمولانا حفظه الله بإقامة السباق في ولاية البريمي كذلك فقرة الخيالة السلطانية حرصت أن تقوم بتدريب بعض الفرسان الصغار من مدارس ولاية البريمي حضروا الفنيين قبل فترة وقاموا بتدريب هؤلاء الشباب ليشاركوا في هذا المهرجان بفقرة استعراضية بحيث يغرسوا حب الفروسية لدى هؤلاء الشباب جميل رائع جدا هل هناك إضافة أخرى وأي شيء آخر تحب أنك تضيفه دكتور في هذه الأجواء الطيبة نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتم السباق على خير يعني في حال وجود أمطار غزيرة مثلا أو كذا هل يؤثر ذلك على إقامة السباق إنه إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني رح يستمر بإذن الله إن شاء الله السباق مستمر الأجواء أمس هطلت أمطار غزيرة في هذا المكان الحمد لله الأخوة المختصين والفنيين كل في مجاله قاموا بأعمال جبارة طول الليل إن شاء الله الأمور تسير بشكل طيب وسيكون يوم جميل سباق ممتع يعني والجمهور إن شاء الله سيستمتعوا بمشاهدة السباق وفقراته المختلفة في هذه الأجواء الطيبة الباء الشتوية الباردة إن شاء الله تبارك الله نسأل الله سبحانه وتعالى لجميع التوفيق لكم كذلك دكتور ولجميع المشاركين يعني إن شاء الله تكون مشاركة طيبة دكتور سرحان بن سالم الزيدي مدير عام الخيالة السلطانية شكرا جزيلا لك شكرا لكم وشكرا على جهودكم لنقل صورة هذا السباق والفقرات التابعة له بارك الله فيك واجبنا وطبعا تلفزيون سلطنة عمان إن شاء الله أيضا كذلك ومشاهدين الكرام رح يكون متواجد كذلك لتغطية فعاليات هذا السباق السنوي الهام الذي يعني نرجو الله سبحانه وتعالى له التوفيق وكذلك نشكر القائمين عليه نشكر الخيالة السلطانية نشكر كذلك الهجانة السلطانية على إقامة مثل هذه السباقات في مختلف مناطق عمان لأنه معروف في سلطنة عمان الاهتمام بالهجن وتربية الهجن وكذلك الاهتمام بالخيل وفنون الخيل والفروسية بشكل عام في مختلف مناطق السلطنة نعم شكرا لك زميل عامر بن أحمد العمري الحاضر معنا من محافظة البريمي والحديث عن سباق الخيل السنوي للخيالة السلطانية عشرين ثلاثة وعشرين كل التوفيق لجميع الفرسان المشاركين في هذا السباق ونحن نتواصل معكم في قهوة الصباح نروح إلى فاصل وبعدها لنعودة كونوا معنا